اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أهلنا في سورية الحبيبة إخوة المجاهدين الأبطال أقدم لكم رسالة في خلق عظيم من أخلاق الإسلام ألا وهو التواضع فإن من معانيه أن يخضع الإنسان للحق وينقاذ له ويقبله ممن قاله وقيل لأحد العلماء متى يكون الرجل متواضعا؟ قال إذا لم يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه وقال الحسن البصري رحمه الله هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا والتواضع أحبتي يكون لله سبحانه ولعباده المؤمنين فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ولو تسألنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات والانتصارات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا في حلب لو وجدنا تجليات خلق التواضع فيها بشكل كبير ولنا في فتح مكة الدروس والعبر فقل ما يجد المتأمل في تاريخ البشرية كلها قديما وحديثا نصرا وفتحا يضاهي فتح مكة في روعة قيمه وسمو أخلاقه فهو يوم الفتح الأعظم وهو يوم المرحمة ويوم العز والتواضع أحبة في الله إن مواقف النصر والفتوحات تستبد بالقادة والفاتحين وتستولي على نفوسهم فيكون فيها فخرهم وعلوهم ولا يقدر على التواضع فيها إلا قلة من الرجال وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة فتوحاته وانتصاراته أنه اغتر أو تكبر بنصر بل ازداد تواضعا إلى تواضعه ففي هذا اليوم العظيم في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة توجه الجيش الإسلامي إلى مكة ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا وهو خافض رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن لحيته لتكاد تمسوا واسطة الرحل ودخل وهو يقرأ سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا مستشعرا نعمة الفتح واغفران الذنوب وإفاضة النصر العزيز وكلما استشعر ذلك ازداد لله خشوعا وانكسارا وانحناءا وتواضعا لقد كان خلق التواضع وصفا له صلى الله عليه وسلم تخلق به امتثالا لأمر الله تعالى حين خاطبه بقوله سبحانه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فكان أكثر الناس تواضعا وألينهم جانبا أين أنت أخي المجاهد من هذه الأخلاق الإسلامية الربانية الراقية إياك والتكبر إياك والتكبر على الله والتعالي على عباده بدعوى أنك مجاهد انظر إلى أمثال النظام إلى النظام وأمثاله وإلى تنظيم الدولة وأمثالها ماذا فعل بهم الكبرياء لتكن متواضعا فربنا يقول لك في كتابه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هذا قارون حينما خرج على قومه في زينته متكبرا ينسب الفضل والعلم لنفسه قائلا إنما أوتيته على علم عندي فكانت النتيجة فخسفنا به وبداري الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واختتم رب العزة كلامه في قصة قارون بسنة كونية علنا نعيها فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع يقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان عليه من الصلاح والخير ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ سدد الله رأيكم ورميكم أيها الأبطال وفتح الله على أيديكم ونفع بكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تهدموا بيتنا لا تغدروا ولا تخون لا تجهزوا على جريه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة